اشتركوا في القناة احباب الطلاب في درس ضرب الاعداد العشرية اليوم سنتعلم مع المهارات التالية اولا ضرب كسر عشري في كسر عشري ثانيا ضرب عدد عشري في كسر عشري ثالثا واخيرا ضرب عدد عشري في عدد عشري ابناء العزاء دعونا نبدأ بداية بالتمهيد التالي نراجع فيه معا ضرب كسر عشري في عدد صحيح ابناء العزاء كيف يتم ضرب كسر عشري في عدد صحيح؟ كما تعلمون عند ضرب كسر عشري في عدد صحيح نجري عملية الضرب بين العددين الصحيحين بغض النظر عن الفاصلة العشرية ثم نضع الفاصلة العشرية بحيث يكون عدد المنازل العشرية في ناتج الضرب مساويا لعدد المنازل العشرية في الكسر العشري هيا بنا نوضح ذلك أحباب الطلاب من خلال المثال التالي وجد النادج أربع صحيح ضرب ثمانية وستين من مئة لاحظ لدينا هنا ضرب كسر عشري في عدد صحيح ماذا سنفعل أولا؟ كما ذكرنا قبل قليل سنرفع الفاصلة العشرية من الكسر العشري ليتحول السؤال إلى ضرب عدد صحيح في عدد صحيح حيث سنكتب في جهة الحل ثمانية وستين ضرب أربعة هيا بنا نقوم بعملية الضرب ثمانية ضرب أربعة يساوي اثنين وثلاثين نكتبها اثنين وباليد ثلاثة ستة ضرب أربعة يساوي أربعة وعشرين زائد ثلاثة يساوي سبعة وعشرين الآن ثمانية وستين ضرب أربعة يساوي مئتين واثنين وسبعين ماذا سنفعل الآن؟ سنعيد الفاصلة العشرية إلى ناتج الضرب أين سنضع هذه الفاصلة أبناء العزاء؟ سنضع الفاصلة بحيث يكون عدد المنازل العشرية في ناتج الضرب يساوي عدد المنازل العشرية في الكسر العشرين لدينا هنا منزلتان عشريتان إذن سنضع الفاصلة في ناتج الضرب بعد منزلتين عشريتين ليكون الناتج يساوي اثنين صحيح واثنين وسبعين من مئة في سؤالنا التالي أحباب الطلاب سنجد ناتج ضرب عدد عشري في عدد صحيح مباشرة بعد رفع الفاصلة من العدد العشري سيتحول السؤال إلى ألف وستمائة وخمسة وأربعين ضرب خمسة نجري عملية الضرب للعددين الصحيحين خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرين خمسة وباليد اثنان أربع ضرب خمسة يساوي عشرين زائد اثنين يساوي اثنين وعشرين نكتبها اثنين وباليد اثنان ستة ضرب خمسة يساوي ثلاثين زائد اثنين يساوي اثنين وثلاثين نكتبها اثنين وباليد ثلاثة واحد ضرب خمسة يساوي خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمانية الآن ناتج ضرب العددين الصحيحين يساوي ثمانية آلاف ومئتين وخمسة وعشرين علينا الآن أن نعيد الفاصلة العشرية إلى مكانها الصحيح نلاحظ هنا وجود ثلاث منازل عشرية في العدد العشري المضروب إذن سنضع الفاصلة العشرية في ناتج الضرب بعد ثلاث منازل من جهة اليمين ليكون الناتج يساوي ثمانية صحيح ومئتين وخمسة وعشرين من ألف سؤالنا التالي مسألة لفظية إذا كان ثمن القلم الواحد خمسة وعشرين من مئة دينارا فما ثمن سبعة أقلام لدينا هنا سبعة أقلام نريد أن نجد ثمنها بحيث أن ثمن القلم الواحد يساوي خمسة وعشرين من مئة دينار عزيزي الطالب كيف نحسب ثمن الأقلام السبعة لابد أننا سنقوم بإجراء عملية الضرب بين عدد الأقلام وثمن القلم الواحد كم عدد الأقلام لدينا هنا سبعة أقلام وثمن القلم الواحد يساوي خمسة وعشرين من مئة دينار إذن سنجد ناتج ضرب سبعة صحيح في خمسة وعشرين من مئة في جهة الحل ماذا سنكتب أبناء الطلاب؟ سنكتب خمسة وعشرين ضرب سبعة وذلك بعد رفع الفاصل العشرية من الكسر العشرين نضرب الآن خمسة ضرب سبعة يساوي خمسة وثلاثين خمسة وباليد ثلاثة اثنان ضرب سبعة يساوي أربعة عشر زائد ثلاثة يساوي سبعة عشر سنعيد الفاصلة العشرية إلى مكانها في ناتج الضرب بعد ملاحظة وجود منزلتين عشريتين في الكسر العشري إذن المكان الصحيح للفاصل العشرية بين الرقمين سبعة وواحد بحيث يكون هناك منزلتين عشريتين إذن ثمن الأقلام السبعة يساوي واحد صحيح وخمسة وسبعين من مئة دينار إذن أبناء العزاء بعد أن راجعنا معا ضرب كسر عشري أو عدد عشري في عدد صحيح هيا بنا ننتقل معا إلى ضرب كسر عشري في كسر عشري ولكن بعد فاصل قصير أهلا بكم أحباب الطلاب من جديد لنتابع معا الآن ضرب كسر عشري في كسر عشري كيف يتم ضرب كسرين عشريين؟ أبناء العزاء لإيجاد ناتج ضرب كسرين عشريين نجري عملية الضرب للعددين الصحيحين بغض النظر عن الفاصلة العشرية ثم نضع الفاصلة العشرية في ناتج الضرب بحيث يكون عدد المنازل العشرية فيه أي في ناتج الضرب مساويا لمجموع عدد المنازل العشرية في العددين المضروبين هيا بنا نوضح ذلك من خلال المثال التالي جدي الناتج ثمانية من عشرة ضرب ستة من عشرة لدينا هنا ضرب كسر عشري في كسر عشري ماذا سنفعل؟ سنرفع الفاصلة العشرية من الكسرين العشريين ليتحول السؤال إلى ثمانية ضرب ستة يساوي ثمانية وأربعين لنرجع إلى عدد المنازل العشرية لدينا هنا في الكسر العشرية الأول منزلة عشرية واحدة في الكسر الثاني أيضا هناك منزلة عشرية واحدة إذن مجموع عدد المنازل العشرية يساوي منزلتين إذن سنضع الفاصل العشرية في ناتج الضرب بعد منزلتين عشريتين إذن ثمانية من عشرة ضرب ستة من عشرة يساوي ثمانية وأربعين من مئة لننتقل إلى مثال آخر ثلاثة وستين من مئة ضرب سبعة من عشرة أيضا سنبدأ برفع الفاصلتين العشريتين ليتحول السؤال إلى ثلاثة وستين ضرب سبعة نجري عملية الضرب سبعة ضرب ثلاثة يساوي واحد وعشرين واحد وباليد اثنان سبعة ضرب ستة يساوي اثنين وأربعين زائد اثنين يصبح أربعة وأربعين نرجع الآن أبناء العزاء إلى السؤال لنلاحظ عدد المنازل العشرية منزلتين في الكسر العشرية الأول زائد منزلة في الكسر الثاني يصبح لدينا ثلاث منازل عشرية لذا سنضع الفاصل العشرية في ناتج الضرب بعد ثلاث منازل عشرية إذن ثلاثة وستين من مئة ضرب سبعة من عشرة يساوي أربعة مئة وواحد وأربعين من ألف بعد أن تعرفنا أبناء العزاء على طريقة ضرب كسر عشري في كسر عشري آخر دعونا ننتقل معا إلى ضرب عدد عشري في كسر عشري أحباب الطلاب لإيجاد ناتج ضرب عدد عشري في كسر عشري نجري عملية الضرب للعددين الصحيحين بغض النظر عن الفاصلة العشرية ثم نضع الفاصلة العشرية في ناتج الضرب بحيث يكون عدد المنازل العشرية في ناتج الضرب مساويا لمجموع عدد المنازل العشرية في العددين المضروبين هيا بنا نطبق ذلك أحباب الطلاب من خلال المسألة اللفظية التالية إذا كان ثمن الكيلو جرام الواحد من الموز خمسة من عشرة دينارة فما ثمن أربعة صحيح وخمسة من عشرة كيلو جرام من الموز عزيز الطالب المطلوب هنا أن نحسب ثمن أربعة وخمسة من عشرة كيلو جرام من الموز إذا كان ثمن الكيلو جرام الواحد يساوي خمسة من عشرة دينار كيف سنحسب ثمن الموز عزيز الطالب؟ ثمن الموز يساوي وزن الموز مضروبا في ثمن الكيلو جرام الواحد ما هو ثمن الموز هنا؟ ما هو وزن الموز في السؤال؟ الوزن يساوي أربعة صحيح وخمسة من عشرة مضروبا في ثمن الكيلو جرام الواحد الذي يساوي خمسة من عشرة إذن ثمن الموز نحصل عليه بعد ضرب أربعة صحيح وخمسة من عشرة في خمسة من عشرة لاحظ لدينا هنا ضرب عدد عشري في كسر عشري مباشرة سنربع الفاصلتين العشريتين ليتحول السؤال إلى خمسة وأربعين ضرب خمسة نجري عملية الضرب خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرين خمسة وباليد اثنان خمسة ضرب أربعة يساوي عشرين زائد اثنين يساوي اثنين وعشرين نرجع الآن إلى السؤال لنواحظ عدد المنازل العشرية في العدد العشري الأول لدينا منزل عشرية واحدة وفي الكسر العشري الثاني هناك أيضا منزل عشرية واحدة إذن مجموع عدد المنازل العشرية يساوي منزلتين لذلك سنضع الفاصلة العشرية في ناتج الضرب بعد منزلتين عشريتين إذن ثمن الموز يساوي اثنين صحيح وخمسة وعشرين من مئة دينارا لننتقل الآن إلى سؤال نجد فيه ناتج ضرب عدد عشري في كسر عشري وهو سبع صحيح وأربعة من عشرة ضرب اثنين وثمانين من مئة إذا رفعنا عزيز الطالب الفاصلتين من العدد العشري والكسر العشري سيتحول السؤال إلى أربعة وسبعين ضرب اثنين وثمانين نجري عملية الضرب الآن مع ملاحظة عزيز الطالب أننا نضرب في عدد مكون من منزلتين لذا سنبدأ برقم الآحد اثنين ضرب أربعة يساوي ثمانية ثم اثنين ضرب سبعة يساوي أربعة عشر ننتقل للضرب في رقم العشرات وهو ثمانية لذا سنبدأ أولا بوضع صفر في آحات الناتج ثمانية ضرب أربعة يساوي اثنين وثلاثين نكتبها اثنين وبالياد ثلاثة ثمانية ضرب سبعة يساوي ستة وخمسين زائد ثلاثة يساوي تسعة وخمسين نجمع الآن ثمانية زائد صفر يساوي ثمانية أربعة زائد اثنين يساوي ستة واحد زائد تسعة يساوي عشرة صفر وبالياد واحد واحد زايد خمسة يساوي ستة إذن ناتج ضرب العددين الصحيحين هو ستة آلاف وثمانية وستين ننتقل الآن لمعرفة ناتج ضرب العدد العشري في الكسر العشري لنلاحظ معا عدد المنازل العشرية منزل عشرية واحدة زايد منزلتين إذن مجموع عدد المنازل العشرية يساوي ثلاثة منازل عشرية لذا سنضع الفاصلة العشرية في ناتج الضرب بحيث يكون هناك ثلاث منازل عشرية إذن ناتج الضرب يساوي ستة صحيح وثمانية وستين من ألف إذن أبناء العزاء تعرفنا على الطريقة التي نجد فيها ناتج ضرب كسر عشري أو عدد عشري في كسر عشري وماذا بالنسبة لضرب عددين عشريين كيف يتم ضرب عدد عشري في عدد عشري آخر هذا ما سنتابعه معا عندما أعود إليكم بعد فاصل قصير أهلا بكم أحباب الطلاب من جديد لنتابع معا الآن ضرب عدد عشري في عدد عشري آخر كما تعلم عزيز الطالب لإيجاد ناتج ضرب عددين عشريين نجري عملية الضرب للعددين الصحيحين بغض النظر عن الفاصلة العشرية ثم نضع الفاصلة العشرية في ناتج الضرب بحيث يكون عدد المنازل العشرية في ناتج الضرب مساويا لمجموع عدد المنازل العشرية في العددين المضروبين هيا بنا نوضح ذلك من خلال الأمثلة التالية جد الناتج ستة صحيح خمسة من عشرة ضرب سبعة صحيح أربعة من عشرة كما تلاحظ لدينا هنا ضرب عدد عشري في عدد عشري سيتحول إلى ضرب عددين صحيحين بعد رفع الفاصلتين العشريتين فسيصبح السؤال خمسة وستين ضرب أربعة وسبعين نبدأ بضرب رقم الآحاد أربعة أولا أربعة ضرب خمسة يساوي عشرين صفر وباليد اثنان أربعة ضرب ستة يساوي أربعة وعشرين زائد اثنين يساوي ستة وعشرين ننتقل لضرب رقم العشرات سبعة وبداية نضع صفرا في أحد الناتج سبعة ضرب خمسة يساوي خمسة وثلاثين خمسة وباليد ثلاثة سبعة ضرب ستة يساوي اثنين وأربعين زائد ثلاثة يساوي خمسة وأربعين نجمع الآن صفر زائد صفر يساوي صفر ستة زائد خمسة يساوي أحد عشر واحد وباليد واحد اثنان زائد خمسة يساوي سبعة زائد واحد يساوي ثمانية وأخيرا أربع ناتج ضرب العددين الصحيحين يساوي أربعة آلاف وثمانمائة وعشرة أما ستة صحيح خمسة من عشرة ضرب سبعة صحيح أربعة من عشرة فسيكون الناتج نحصل عليه بعد وضع الفاصل العشرية في مكانها الصحيح وهو بعد منزلتين عشريتين ففي العدد الأول منزل عشرية واحدة كذلك في العدد الثاني منزل عشرية واحدة إذا الناتج الضرب يساوي ثمانية وأربعين صحيح وعشرة من مئة أو ثمانية وأربعين صحيح وواحد من عشر لننتقل الآن إلى هذه المسألة اللفظية اشترت سيدة ثلاثة صحيح وخمسة وعشرين من مئة مترا من القماش فإذا كان ثمن المتر الواحد أربع صحيح ستة من عشر دينارا فكم دينارا تدفع السيدة ثمن القماش لنقرأ السؤال مرة أخرى أبناء العزاء ونلاحظ اشترت سيدة ثلاثة صحيح وخمسة وعشرين من مئة مترا من القماش إذن عدد الأمتار التي اشترتها السيدة يساوي ثلاثة صحيح وخمسة وعشرين من مئة مترا من القماش أما ثمن المتر الواحد فكما يذكر السؤال فإذا كان ثمن المتر الواحد أربع صحيح وستة من عشر دينارا وما هو المطلوب كم دينارا تدفع السيدة ثمن القماش عزيز الطالب ثمن القماش كما هو معلوم يساوي طول القماش أو عدد الأمتار التي اشترتها السيدة مضروبا في ثمن المتر الواحد طول القماش يساوي ثلاثة صحيح وخمسة وعشرين من مئة نضربه في ثمن المتر الواحد وهو أربع صحيح وستة من عشر إذن ثمن القماش يساوي ثلاثة صحيح وخمسة وعشرين من مئة مضروبا في أربع صحيح وستة من عشر نأخذ الآن المسألة إلى هامش الحل بعد رفع الفاصلتين العشريتين فيصبح ثلاثة مئة وخمسة وعشرين مضروبة في ستة وأربعين نبدأ بضرب رقم الأحاد ستة أولا ستة ضرب خمسة يساوي ثلاثين صفر وباليد ثلاثة ستة ضرب اثنين يساوي اثني عشر زائد ثلاثة يساوي خمسة عشر خمسة وباليد واحد ستة ضرب ثلاثة يساوي ثمانية عشر زائد واحد يساوي تسعة عشر الرقم أربع في العشرات لذلك سنضع صفرا في أحد الناتجي قبل ضرب رقم العشرات أربع ضرب خمسة يساوي عشرين صفر وباليد اثنين أربع ضرب اثنين يساوي ثمانية زائد اثنين يساوي عشرة صفر وباليد واحد أربع ضرب ثلاثة يساوي اثني عشر زائد واحد يساوي ثلاثة عشر اجمع معي عزيز الطالب صفر خمسة تسعة أربعة واحد السؤال الآن أبناء العزاء أين موضع الفاصلة العشرية لاحظ هنا منزلتان عشريتان وهنا منزلة عشرية ثالثة إذن مجموع عدد المنازل العشرية يساوي ثلاثة منازل إذن سنضع الفاصلة العشرية بين الرقمين تسعة وأربعة ليكون ناتج الضرب يساوي أربعة عشر صحيح وتسعة مئة وخمسين من ألف إذن ثمن القماش يساوي أربعة عشر صحيح وخمسة وتسعين من مئة دينارة لننتقل الآن إلى السؤال الآخر مع أكمل الفراء إذا كان خمسة وسبعين ضرب اثنى عشر يساوي تسعة مئة فإن خمسة وسبعين من ألف ضرب واحد صحيح واثنين من عشر يساوي فراء المطلوب عزيز الطالب أن نجد ناتج ضرب الكسر العشري خمسة وسبعين من ألف في العدد العشري واحد واثنين من عشر إذا رفعنا الفاصلتين العشريتين سيصبح لدينا خمسة وسبعين ضرب اثنى عشر والناتج معلوم لدينا ويساوي تسعة مئة بمعنى آخر عزيز الطالب المطلوب في هذا السؤال أن نحدد موضع الفاصلة العشرية كما ذكرنا عند ضرب كسر عشري في عدد عشري ننحظ معا عدد المنازل العشرية منزلتان ثلاث منازل في الكسر العشري الأول ومنزل أخرى في العدد العشري إذن مجموع عدد المنازل العشرية يساوي أربع منازل لذا سنضع الفاصلة العشرية في ناتج الضرب بعد أربع منازل في العدد تسعمائة هناك ثلاث منازل سنضيف صفرا على اليسار ليصبح لدينا أربع منازل والفاصلة على يسارها ليكون ناتج الضرب يساوي تسعمائة من عشرة آلاف إذن خمسة وسبعين من ألف ضرب واحد صحيح واثنين من عشرة يساوي تسعمائة من عشرة آلاف أو يساوي تسعة من مئة بذلك أبناء العزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم والذي تعلمنا فيه ضرب كسر عشري في كسر عشري وضرب عدد عشري في كسر عشري وضرب عدد عشري في عدد عشري وفي الحالات الثلاثة نجري عملية الضرب للعددين الصحيحين بغض النظر عن الفاصلة العشرية ثم نعيد الفاصلة العشرية إلى ناتج الضرب بحيث يكون عدد المنازل العشرية في ناتج الضرب مساويا لمجموع عدد المنازل العشرية في العددين المضروبين في الختام لا يسعني إلا أن أتمنى لكم دواما نجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته